مشهد لأحد الأحياء الفقيرة في محافظة الأنبار وقد سادت هنا حالة من الحزن والترقب لما سيحدث في قادم الأيام سكان حي الزيتون في منطقة 5 كيلو في مدينة الرمادي مهددون بالطرد من منازلهم بحجة التجاوز وهنا أحد العائلات التي أخطرت من قبل بلدية المدينة بمغادرة منزلها مع الذين صدر قرار ترحيلهم حيث تروي تفاصيل هذه المعاناة تهددنا أكثر من مرة خلال 15 يوم شلون من منازلكم زيان أحنا مقبلين على رمضان الناس وين تتهجهج وتقعد وين تروح وهذا رمضان إجانة يعني بدل ما يساعدون ويوقفوننا ويعينوننا أحنا نسوان أرامل معوقين أطفال يعني مضررة ناس ده جدي ناس واقعة حالتها يا عالم يا حكومة بوعه على حالني أكثر من قناة ناشدناها أكثر من يعني نطالب بالحكومة يا عمي بوعه على حالني أخسم بالله العالم وقعت العالم يعني تقبلوها أنتو على نفسكم مصير مجهول ينتظر سكان حي الزيتون الذين يعانون أصلا من شظف العيش النساء الحي بلا معيل بسبب الحرب والعمليات العسكرية والرجال بلا عمل من جان الخبر الناس يعني هايما بالشارع يعني حتى أكل ما أكلم الناس يعني الليل ما نامهم فيعين بالشارع والنساء مو بس وحدها المجل كان ارتشت عليها نفط هاي ارتشت عليها نفط والله العظيم أنا بداية أخذتها أخذتها للمستشفى شكلتها كانولة وعيون حساسية صار بيها أوكسجين حطينا لها واللخة تقول لي والله ذي بنفسي من الجسر تقول لي فإحنا يعني يرحم مالديكم شوفونا صورة حل حتى لو عفونا ببكاننا الله يرضى عليكم ويستر عليكم يقول سكان حي الزيتون إن بعض المسؤولين في الرمادي ساوموا أصحاب هذه المنازل وعرضوا عليهم قطعة أرض بعيدا عن منطقتهم كحل بديل عن ترحيلهم وهو ما أثار استياءا كبيرا بين الأهالي الذين لا يملكون أصلا المال الكافي لتوفير الطعام والاحتياجات الأساسية لهم ومريض قطعة قطعة منين نبنيها رجالتنا معوقة ومريضة منين نبنيها القطعة هسا إحنا قاعد هاللي سوينا من رجعنا ورح داب داعش ورجعنا هسا البنينا يعني ما نقدر حتى نوفي ويقولوا ينفلشوا البيوت عليكم شون يفلشوا البيوت علينا إحنا معراقيين إحنا وين نروح لن تثنينا تهديدات بعض المسؤولين عن تمسكنا بالبقاء في منازلنا يقول سكان الحي حيث لا بديل لهم عن بقائهم في منازلهم رغم بنائها البسيط ومعاناتهم من ضيق ذات اليد